كل ما تحتاج لمعرفته حول سياسة الجديدة الواتساب سيقدم شروط خصوصيات جديدة لكنه لن يؤثر على جميع المستخدمين ربما تكون قد تلقيت ايضا الرسالة التي يتلقاها العديد من مستخدم تطبيق الواتساب والتي تم فيها شرح تغيير جديد في سياسة الخصوصيات في خدمة المراسلة بشكل غامض والذي يجب عليك قبوله اذا كنت لا تريد التوقف عن استخدامه كان هناك الكثير من التكهنات حول ما يعنيه ذلك ويعتقد البعض انه اعتبارا من الثامن من فبراير اليوم الذي ستدخل فيه هذه التغييرة حيث التنفيذ ستتمكن شركة من الوصول الى بياناتنا الخاصة ليس من المستغرب ان يكون كل هذا قد تسبب في ضجة كبيرة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعارض المستخدمون هذه التغييرة ويشجعون الاخرين على استخدام سينغر وتولاغرام وهما تطبيق ان للمراسلة يستخدمان التشفير من طرف الى طرف ولكن هل يجب ان نقلق بشأن سياسة الواتساب الجديدة هل يجب ان تتوقف عن استخدامه في رأينا لطبعا لا احد يستطيع الاستغناء عن الواتساب فهو اصبح شئ ضروري في حياتنا اليومية لن تؤثر التغييرة على مكالماتك والرسائل الخاصة حيث ستستمر في استخدام نفس التشفير من طرف الى طرف ما هي شروط خصوصيات التي ستتغير على موقع الواتساب الالكتروني يمكنك قراءات كل ما تقوله شركة عن سياسة الخصوصيات الجديدة لكننا نلخصها لك في النقاط التالية ستبقى الرسائل الخاصة مشفرة لن يتمكن فيسبوك والواتساب من قراءة الرسائلك لا يساجل الواتساب من ترسله او تتصل به لن يتمكن الواتساب ولا فيسبوك من رؤية مواقعك المشتركة لن تتم مشاركة جهات اتصال الخاصة بك مع احد ستبقى محادثات مجموعة الواتساب خاصة وفقا للواتساب فقد قاموا بط حديث سياسة الخصوصيات بشكل ساسي لادارة الاتصالات مع شركات وهو امر اختياري في الواتساب تخطط الشركة لادخال نظام دفع في التطبيق حتى يتمكن المستخدمون من اجراء عمليات شراء من خلاله بهذه الطريقة يريدون منافسة تطبيق المراسلات الصيني الشهير الذي يمكن من خلاله اجراء المدفوعات بنجاح كبير لبعض الوقت لن يعرف الجميع مدى شيوع ارسال الرسائل الى الشركات على الواتساب في بعض البلدان في الواقع يرسل حوالي 175 مليون شخص رسائل الى حساب التجاري كل يوم على الواتساب ويريد الكثيرون القيام بذلك قال رئيس الواتساب من المهم بالنسبة لنا ان نوضح ان هذا التحديث يشير الى الاتصالات مع شركات ولا يغير البيانات التي يشاركها الواتساب مع الفيوسبوك لن يؤثر ذلك على الاطلاق على الطريقة التي يتواصل بها الناس بشكل خاص مع اصدقائهم او عائلاتهم اينما كانوا لتوضيح ايشو كوكون نشر الواتساب على تويتر الرسمي رسم بيانيا يجمع النقاط الرئيسيات حول التخييرة الجديدة ايضا في محاولة لمنع مستخدميه من التحول الى خدمات اخرى مثل